يَا أَيُّهَا الْمَدَّسِرِ قُمْ تَآذِئًا يَا أَيُّهَا الْمَدَّسِرِ قُمْ يَا أَيُّهَا الْمَدَّسِرِ قُمْ تَآذِرْ يَا أَيُّهَا الْمَدَّسِرِ رسالة خاصة بإذن الله تعالى إليك تسمعها واخرج بإذن الله تعالى إلى إيمان وإسلام قُمْ وَانْهَرْ وَتَحَرَّ وَشَمِرْ فإننا نخصك بهذه الآلة طاعة لله تعالى كما جاءت في الرؤية جندك الذين هم معك من يطالعون السر ويعلمون حالك جاءوا بالرؤية يقصونها في المنى أنك تهتدي بإذن الله تعالى بالمدسر فكفاك اختباء والتواء كفاك نوما كفاك خمولا هيا إلى الله بشن بهمة عالية فطاعة الله يا أيها المتسر يا أيها المتسر قُمْ فأنذِر قُمْ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ أَخُصُّكَ بِهَا لَا تُكَبِّرْ شَيْطَانًا وَلَا إِبْلِيسًا وَلَا سَاحْرًا وَلَا شَيْسًا وَلَا قَمْرًا وَلَا فُحْشًا وَلَا نَجَاسًا كَبِّرْ رَبَّكَ جَلَّ وَعَلَى وَاللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَاللَّهُ أَعَزُّ وَأَجَنُّ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ فَمَنْ عَبُّكَ مَا خَالِقُكَ مَنْ رَزِقُكَ مَنْ أَحْيَاكَ مَنْ يُمِيدُكَ أَخُصُّكَ بِهَا إِنَّ مَنْ مَعَكَ فِي الْبَدَلِ أَسْلَمُ لِلَّهِ تَعَالَى فَكَاءُوا بِهَا أن نقص عليك هذه آية أو هذه آية هذه آية نقص عليك هذه السورة نسلوها عليك بإذن الله تعالى فيها شباء بإذن الله جل وعلا فيها هدارة بها قتال فيها نصر من الله جل وعلا فتأمل هدك الله وَرَبَّكَ تَكَبِّرْ فَمَنْ فَتَحَ فِي الْبَابَ فِي الْعَقْلِينَ حَتَّى جَاءَتْ هَذِهِ السُّورَةِ مَنْ فَإِنْ وَقَهَا عَلَيْكَ إِنَّهَا الْحَيَّةِ أَسْلَمَا حَيَّةَ أَسْلَمُ لِلَّهِ تَعَالَى إِنَّهَا وَرَبَّكَ تَكَبِّرْ إِنَّهَا آيَةُ الْكُرْسِي التي تحفظ العبد قبل نومه وَلَا يَزَلُ عَلِهِمَ اللَّهِ حَافِرْ مَلَكٌ يَحْفَظُهُ بِإِذْهِ اللَّهِ جَلَّ وَعَالَى وَرَبَّكَ تَكَبِّرْ يَا تُعْبَانِ أَسْلِمْ لِلَّهِ عَسَّ وَجَلِمْ أَسْلِمْ لِلَّهِ تَعَالَى كَفَاكَ جُحُودًا وَإِعْرَامًا وَسِيَابَكَ فَطَغِيرُ طَحْجِدَكَ وَجُلُودَكَ مِنَ نَجَاسَةِ اللَّجَارِ وَمِنَ نَجَاسَةِ قَادُورَاتِ وَالسِّحِرِ وَمِنَ نَجَاسَةِ القُبُلِ وَالتُّبُورِ وَمِنَ نَجَاسَةِ النَّظَرِ وَالْفُحِّرِ وَمِنَ نَجَاسَةِ الغَبْرِ وَالْمَكْرِ طهي 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 قلبك طهي 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 قلبك طهي طهي ثوبك طهي الظهر والباطني طهي ذنك وعظامك وأعصابك وجوارك وسرأتك وعورتك قاعدت لله والرجز تهجر ولكن تستكفر ولربك تصبح فإذا نقر فينا قوض فذلك فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير يعلمون أن ذكر يوم على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير اللهم اتوفنا مسلمين وأدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب اللهم أكرمنا بكرمك يا كم اللهم جد علينا إنس وجنا بالمحبة والقبول والرضا يا أرحم الرحمين يا رب العالمين فاسمع إن الله تعالى جاء بالرؤية حتى تهدى رحمة بكم فألموا أن يوم القيامة ظرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا مندودا وغنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ونزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقها صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس ورصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأشريه سقر وما نأدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لقشر عليها تسعة عشر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا ما إلا قول البشر سأصليه سقر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر عليها تسعة عشر عليها تسعة عشر يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وسيابك فطهر والغزة تهدو ولا تمنون تستكفر ولربك فاصدر لا الشيطان أبي سصحى فإذا نكع في المعقوب فذلك يومئذي يوم عسير على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير فرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا اسمع 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 جعل الله لك الملك والقوة لكنك فطر جحتا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تميدا ثم ضموا نزيد كما إنه كان لآياتنا عميدا كنت لآيات الله عميد سبحانه تجه فتعد شنفا قمرا خشا دبرا عورة سوءة شاوة سحرا شمسا ليلا ظلاما عقدا شمعا إنه كان لآياتنا عميدا سأرهق يا الله سأرهق اسمع 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 سأرهق صعودا اسمع 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 إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول بشر سأصلي سطر لا 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 سأصلي سطر وما أدرك ما سطر لا تبقي ولا تغر لا تبقي ولا تغر لواحة من بشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار وما جعلنا عدتهم إلا فئنة للذين كفروا ليستعقل الذين أوتوا الكتاب ويزعد الذين آمنوا إيمانا ولا يعتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافعون ماذا أعرض الله بهذا مثلا كذلك يضم الله من يشاء ويذدي من يشاء وما يعلم ذنود ربك إلا هم وما يعلم ذنود ربك إلا هم ما جاء هذه الرؤية وبالآية والصورة في المنام وما يعلم ذنود ربك إلا هم من قتل في المال حتى قشتب من فرجها أسوداً فأتم يموتون يقتلون وما يعلم ذنود ربك إلا هم وما هي إلا ذكرى البشر كلا والقمر لا 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 كلا والقمر كلا والقمر يعبد القمر كلا والقمر والليل إذ أدبر يعبد الليل صاب الله القمر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إننا لإحدى الكبر نذيرا للبشر نذيرا للبشر لمن شاء أمنكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لنكم من المصلين ولنكم طايم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاة الشافعين فما لهم عن التذكرة ورغين كأنهم حمر مستنفرة فروت من قسرة بل يريد كل مر منهم أن يتاصح فمنشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكر فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة كلا والقمر كلا والقمر والليل إذ أذمر والصبح إذا أثمر تذكر معها ما صنعته السحرة في أول الشهر ووسط الشهر وآخر الشهر وفي يوم الجمعة وفي المولد وعاشراء والعقم والمناسبات ما صنعته لها أمام نحل العمل ما صنعته لها في كرسي العمل ما صنعته لها في الطرقات العمل ما صنعته لها في طعام وشراب العمل ما صنعته لها في آثار العمل ما صنعته لها حسن على العمل وما ذبحت وذاب الشمع وجرى حفاثة في المجارب كأن ما صنعته لها في ظلام الليل في ظلام غروب الشمس قبل الفجر في الليل فأما ما صنعته لها بالشنس بالقمر القمر القمر ضوء القمر النجو والقمر كي تكون أنت هاركا لهذه الأمان معذبا لهذه الأمان تعذب نجمها بزوغها ظهورها جمالها مفاتنها ذكرها اسمها عملها مالها خطبتها زواجها لتكون نجاسة عليها وبالا عليها دائما عليها فالسحرة هي من آذت وهي من وامت وانضمن معك أسلامه لله وجاء إلى الله فأسئل لله تعالى تنصر بإذن الله فهذا الكلام ليس بكلام البشر إنما هو كلام الله عز وجل ليس بكلام المخلوق بل هو كلام الخالق سبحانه وتعالى ضرمي ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تنيدا ثم يطمى ونزيد كلا إنه كان لآياتها عميدا سأرهقه صعوبا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر ينفر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سفر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تبق لوحة للبشر عليها تسعة عشر فما يريك أنه في المنان تأتي ملائكة من الله تنصرها هي من قتلت الجين والشياطين ملائكة من الله فهو يتألم به تسعة عشر لأنهم ملائكة فيعلم أن جنب الله أقوية أشداء ملائكة العظام شداد لا يعصن الله ما أمرهم فعنهم يؤمرون فهو يتعذى بهذه الآية لأنه يعلم أن قوتهم عظيمة بأسهم شديد لا يخالفون أمر الله جل وعلا فإذا كان واحد قد قتلهم نحرهم وسألت ورأتهم يموتون في المنم حقيقة في اليقظة يخص سواد كالقطران من عورتها ويتحقم هذا بفضل الله تعالى في خفتها وسعادتها ثم تتيفي رؤية بشرى بصورة مدتر فهو الآن يتألم بهذه الآية هذه الآية تؤلمه وتؤذيه عليها تسعة عشر إذا سنخص له آيات الملائكة كلها بإذن الله مفتاح مفتاح يجرك إلى مفتاح سنخص له آيات الملائكة آيات الملائكة في كتاب الله كلها نتوى عليه آيات الملائكة كلها بإذن الله نتوى عليه لا بد أن تعلم المفاتيح في العلاج مفتاح يجرك إلى مفتاح إذا لما تفهم يأتيك مفتاح آخر مفتاح بفضل تعالى سنجعل له إن شاء الله تعالى هو لا يعلم لا يدو هذا سنجعل له بإذن الله ذكر الملائك كل جميعا ألعكات الموت، ألعكات القتال الألعكات الرحمة ألعكات التأييد والنصر كلها بإذن الله كل من جميعا سنتضح عليه بإذن الله كلما ذكر وinement في كتاب الله سنتضح بإذن الله الآية كاملة لأنها واقعوا عليه لأنه أصلح يعلم أن الملائكة أقوى أشدا لأنه كان يظلم القمر هو أقوى شيء هو أن السد أقوى شيء هو أنه أقوى شيء فعلم أن جاءوا في القتل فقوتيوا حقيقة وأصبح يرفع التوحيد بعدما كان لا يرفع بفضل الله جل وعلا